الأهلي وسموحة مباراة لا تخلوا من الدوافع ماتش بكرة الحقيقة الفرقتين عندهم دوافع كبيرة جدا اللي همنا طبعا واللي هنركز عليه دوافع نادي الأهلي وخصوصا الحقيقة في الفترة الأخيرة الأهلي عمل نتائج إيجابية سعى في بطولة الدوري أو في بطولة كاس مصر قديم وجديد ماشي على أنتراك يعني زي ما بيقوله في الثلاث مسابقات لكن الحقيقة خلينا كمان تكلم على سموحة أن المباراة بكرة في سكندرية برى الأرض برى أرضنا يعني برى ملعبنا وفي نفس الوقت سموحة داخل في حالة صراع مع ثلاث فرق مع فيوتشر ومع طلاع الجيش الحقيقي اللي عامل يمنتدى مع طرق العشري ولا أرواع وضاغط بشكل كبير جدا على فيوتشر في المركز الرابع وعلى سموحة في المركز الخامس التأتيب لغاية دلوقتي زي خلينا أقول لحضراتكم الزمالك في الصدارة 48 نقطة بيرابتس في المركز الثاني برسيد 46 نقطة والزمالك والأهلي في المركز الثالث 44 نقطة ب39 نقطة وفي المركز الخامس سموحة ب36 نقطة وفي المركز السادس طلاع الجيش ب36 نقطة ماكسب طلاع الجيش لفيوتشر مبارح هيبقى ليه تأثير بشكل كبير جدا على مطش بكرة لأنه الحقيقة سموحة لعب مباراة أقل من فيوتشر وبالتالي هدف التلاث نقاط عند سموحة بكرة يخليه يدخل مربع دهبي وبالتالي هيكون بكرة يعني فيه دافع فوق الدافع أنك بتلعب الأهلي طبيعي جدا أي فرقة بتلعب قدام الأهلي بتظهر بأحسن مستوى عندها وبيعندها رغبة جديرة جدا في أنها تقدم عرض كبير مصر وكلها تشوفه بصرف النظر عن حسابات النقط فيه أو جدول الترتيب في الدول لكن بكرة كمان سموحة عنده هدف أنه يقرب أو يضغط على فيوتشر في المربع الزهبي وده بشكل من الأشكال طبعا هيأثر على دوافع سموحة ويزود شوية من سخونة المباراة على الناحية الثانية التسع نقاط اللي بيصنعوا الفارق تحت عين الجهاز الفني بتحت عين نجومنا وخصوصا مع تحسن العروض وإيقاف نزيف النقاط في مسابقة الدوري كابتن سامي أمصان يهم بكرة يأكد بشكل كبير جدا على مكاسب المرحلة الأخيرة النتائج الإجابية اللي حققها الأهلي مغسر شوالة مباراة اتعاد المباراة وحيدة فقط أمام الزمالك وكان فيه متناوله الحقيقة يعني مش عايزة أرجع للقديم بس كان في المتناول جدا أنك أنت تكسب الزمالك بسكور كمان ولكن في النهاية انت على كيرف أو منحنى الأداء ورغم الإجهاد اللي بين على اللعبة واللي كلنا شايفينه بشكل واضح ورغم الغيابات النتيجة عن إصابات متعددة في الفريق أسماء تقيلة جدا غايبة عنا في الفترة الأخيرة كيرف ومنحنى الأداء الحقيقة في الطالع زي ما بيقوله وبالتالي مهم جدا أن نحن نحافظ على ده في مباراة بكرة إن شاء الله ونواصل الضغط على الزمالك وبيراميدز الأهلي والفريق الوحيد اللي لعب 18 مباراة وبالتالي أو 19 مباراة خلينا نتأكد من الرقم 19 مباراة بالزبط البيراميدز والزمالك لعبين 22 مباراة التلت مطشاط الفريقين عنا يوصلونا إن شاء الله لو حعانا فيهم لعالمة كاملة يوصلونا للصدارة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافس لنا